إثر الأحداث التي شهدتها دولة غينيا في حدودها مع دولة الكاميرون فقد بعث فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بصفته رئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية وزير الخارجية شديد شريف محمزين إلى دولة غينيا حيث التقى الوزير مع رئيس غينيا الاسوائية أبو يانجيماه وفي طريق العودة توقف الوزير الشديد بالعاصمة الكاميرونية في نفس الغراء التقرير حسن جدا عمر إن هذه البعثة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية وتكامل الإفريقي والتعاون الدولي شريف محمزين بدأت بدولة غينيا الاستوائية وفور استقباله بأرض المطار من قبل نظره بالخارجية الغيني توجه الدبلوماسي جدي شريف محمزين إلى القصر الرئاسي حيث التقى هناك بالرئيس الغيني أوبيانجيما موفد الرئيس الجمهورية الدبلوماسي جدي شريف محمزين تبحث معه مواضيع عدة في مقدمتها مسألة إلقاء القبط على مجموعة مسلحة في الحدود الكاميرونية الغينية وعلى حسب المصادر إن هؤلاء المؤتقلين أرادوا تنفيذ خطة انقلابية ضد الرئيس الغيني وفور خروجه من المقابلة شرائل إلى أن هذه العملية تهدد مسألة التجوال الحر بين دول المجموعة لذا فإن فتح تاقيقات لشرح ملابسات القضية أمر لا بد منه كما عشر إلى أنه أوصل رسالة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيدنو إلى نظره الغيني مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقضية يسعى دوما إلى توحيد رؤى رؤساء دول المجموعة كما أن هماية العقليم تقع على آتقه وفي طريق عودته من العاصمة الغينية مالابو توقف الدبلماسي الكادي بالعاصمة السياسية لدولة الكاميرون مدينة يوندي حيث تنول أطراف الحديث حول نفس المسألة مع نظره بالخارجي الكاميروني بيلنبلة وبالرغم من الدور المحوري الذي تقوب به البلاد في حلحلة النزاعات وبسط العمن والاستقرار في القارة السمراء إلا أنه قد قيل إن بعض المتورطين في القضية يحملون الجنسية الجادية ولشرح ملابسات القضية من المتوقع أن يقدم الدبلوماسي الجادي شريف محمد زين بيانا صحفيا في قادم الأيام